اشتركوا في القناة يعني لا بنادول ولا زهورات عم بوقف الوجه راسه ستركوا رضاك يا رب يا رب راسي ماما جيت يا حبيبي جيت راسي حيفا يلا يلا هيدا الزهورات يلا سلمة قلبك يا حبيبي بشو عم بتحس راسي رح يتشقف بلكي صفقة هوا يا ماما شو صفقة هوا كل ما ارجع من الاجازة راسي رح يمفجر اه اه طالما عم تقول انك صلك شهر عم تراقبه وكل ما اجا من الاجازة عم بصير معه هيك لازم تاخده عند الحكيم نحنا قلنا وجع راسي عادة مش محرزي بعدين هلا كنت عم قول لمرتي انه بنا ناخده اليوم عند الحكيم طب يلا وام شو ناطر انا بروح معك ام يلا بتكن على الله اه يا ابو رامي باسم مش غريب الصبي راح يموت من وجع راسه ما بعدين عم قل له هلا لازم ياخده عند الحكيم انا بروح معك و يلا يلا ولا وبلناش نعزبك معنا نحنا يعني لك يا ابو رامي شو هالحكي يا داب نحنا متل اخوة روح بتكن على الله يلا خير دكتور تمنى خير ان شاء الله ايا خير حكيم لما عم بسرخ من دون وعي من وجع راسي وعيوني صاروا حمر مثل الدم رامي انت قلتلي انك لو سمحته ممكن ابقى انا و رامي على انفراد ليش على انفراد حكيم لانه ضروري يسألك كم سؤال حكيم اسألي بدك ايه انا ما عندي شي خبيه رامي انت اكيد ما عندك شي تخبيه طبعا ما عندي شي خبيه اذا عندك ايه سؤال اسأله قدام بابا و عمه باس خلاص دكتور اسأله شو ما بدك تسأله طالما هو راضي طيب طيب روح روح فضلوا ما يا عنا طيب حبيب يوم سلامت قلبك طيب يومي طيب رامي تبدخن شيء؟ لا ما بدخن بس بأرجل تسلي مع أصحابي مرات من وقت لوقت تاخد أدوية معينة بالسمرار؟ لا تتعطى شيء؟ تتعطى؟ شو بدي يتعطى حكيم؟ مخدرات مثلا؟ أعوذ بالله، لا بحياتي قربت صحب المخدرات ولا بعرف كيف هي طيب، راح أطلق لك فحص مخباري إذا؟ إذا شوه حكيم؟ عمل لك بحياتي ما شفت المخدرات ولا تعطيتها مش بحاجة ضروري تعملوا هذه الخصات وعلى دوية، منشوف شو بصات نحكي بعض ما تطلع النتيجة سلامتك راما، إن شاء الله خير الله يسلام مع حكيم فضل شكرا حكيم، شكرا حكيم مخدرات؟ لا، مستحيل، مستحيل وأنا عارف إنه رامي مستحيل يتعطى بس شو اللي خلى الدكتور يحكي هيك؟ وكأنه واسق مية بالمية إنه رامي بيتعطى لا، هيدا الدكتور أكيد إشبه شيء بس أنا اللي بعرف إنه الدكتور مازم من أهم الدكاترة بالبلد معناتها ابني ما بعرف مع كل حال خلينا ما نستبق الأمور داني نعملوا لفحصات ونشوف نتيجة جداً حكيم أنت عم تحطني بيخانة مجمينين المخدرات وهيدا الشيء منه صحيح؟ منه صحيح؟ بالنسبة لإلك يا رامي، هيدا منه صحيح بس اتفضل، هيدا الفحصات المخبرية بيتقول غير هيك مستحيل دكتور رامي، اسمعني منيح الفحص بيقول إنه عنده نسبة قليلة من سموم المخدرات بدمك شكر ربك إنه هالنسبة بعد ما وصلت لمرحلة الخطورة حكيم أنا ما بتعطى ماما أنا ما بتعطى بابا حكي لك كلمة رامي أنا مصدق أنت ما بتعطى شو هو لغز دكتور؟ طيب من وين إجا أثر المخدر على دمه؟ رامي انت قلت لي إنك بتأرجل ما هيك؟ ايه بأرجل معرفقاتي مرات نصيحتي لا لك، واقف الأرجيلة شو خص الأرجيلة بالمخدرات اللي لقيتها عنده دكتور؟ مؤسفي أبو رامي إنه في ناس قليلين ضمير، بعض الناس بعضهم معودين يحطوا مخدر بالأرجيلة بالأرجيلة؟ مخدرات؟ طيب ليش؟ بيعتبروها مطيبات للنكهة طبعا من شان أهداف تجارية من دون ما يلتفتوا للدرر اللي حيصيبها الشباب الله لا يوفقون، شو عم يعملوا فيكوا بغيرك هالقليل بضمير؟ هيدول الناس مجرمين، عدمين الأخلاق، لازم ينوضعنا محدود إنه معقولي، فيه تجار هايك حكيم وأكتر، وأكتر يا أبو رامي المهم يا رامي، واقف الأرجيلة وأنا حاوصف للدواء، وإن شاء الله هتخلص من هيدا البلاء كله بأسرع وقت، طمعا يا رب، سترك ولطفك يا رب وهلأ كيف صار رامي؟ طمني عنه ألف حمد وشكر إلك يا رب من وقت موقف الأرجيلة مع علاج الحكيمة حسن رغم إنه أخذ شوية وقت، بس كتر خير الله مش يحقق الحمد لله، الحمد لله كل ساعة وكل دقيقة، الحمد لله يا زلمي شو باك حق راسك بها الجريدة؟ تعرف شو؟ لأنه عم بقرأ موضوع نفس الشي اللي صار مع ابنك من أربع سنين تتذكر؟ لاش أنا نسيت لحتى أتذكر؟ الله يحمي هالشباب من الأرجيلة ويحفظهم من الألالة الضمير هي وقفت على الأرجيلة يا خي أبو رامي قريت شغلات ومرق معي إشيها ما بيتخيها لعقل قف بعدك مهتم بهالموضوع من وقتها؟ لأنه اللي عم بقرأ بها الأيام أفضع من اللي صار مع ابنك آخر خبرية هايدي البولشوت سمعت فيها وعندك هايدي المشروبات المنشطة ولحبوب المخدرة واخر شيء محلات الديليفري القراجيل اللي سكروها سكروها طب ليه لانه عم بيصير مع الشباب متل ما صار مع ابنك عم بيقولوا عم بيحطوا مخدرات فيها الله يعين يا خي جميل الله يعين شو حيفيد طالما ما حدا سألان تعرف عم فكر اطرح المسألي عالتلفزيون تلفزيون والله فكرة خلي هالأهل والشباب يوعوا شوي ويشوفوا شو عم بيصير حواليهم بعدين بركيها المسؤولين بيتحركوا شوي وبيعملونهم اي شيء ليحموا ولادنا من هالمرض المخفى اللي عم بيدمر المجتمع بكامله بس لهاك هيدا بده منك تجمع كل شيء قريته وتبعته لا 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 ما في داعي قصة ابنك لوحدة بتنفع كنموزج لانه حسب ما عم بقرب الجريدة اللي عم يعملوا هاك بالشباب ما عم بيتوبوا ما عم يرتدعوا وعم بحاولوا دائما ينصبولهم فخوخ مدمرة الله ينجينا من عبيد المال والكسب الحرام من منطلق اللي شفته بسأل مين هي الجهة المسؤولة عن السلامة الصحية للمقاهي ولغير اماكن عم يرتدع شبابنا وولادنا مين هي الجهة المسؤولة عن اعطاء التراخيص ومراقبتها ومين هن المعنيين بالمراقبة وشو مسؤوليتهم وبالاخر بسأل هيدا الامر ما بيستحق اعلان حالة طوارق وقائية بتستلزم اجراءات معينة وتدابير ملزمة وقديش ممكن تكبر هالمشكلة اذا بقيت مقتصرة على الصدف وعلى المبادرات الفردية او المبنية على الصدمة وشكرا ترجمة نانسي قنقر